موسيقى 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 صباح الخير قلت اجي اشرب القهوة بتاعتي معاكم اه عارفين فيه في التاريخ مصطلح اسمه غني حرب ودول مجموعة من الاسرياء اللي بيكونوا سروتهم بينهم بيستغلوا الحروب وفيه منهم الاكبر كمان زي عائلات حتى معروفة في العالم كله ارتبط اسمها بالحروب وانهم عملوا هذه الحروب عشان يغتنوا من وراها زي برضو اللي بيروج اشعاعات معينة عشان البرصة اداءها يختلف وشركة اداءها يرتفع وشركة تانية اداءها ينخفض ويتلاعب بالاسعار والكلام ده كله انا افتكرت الموضوع ده لما كنت بقرأ عن الدواء اللي بيعالج الملاريا اللي قالوا ان هو بيعالج من الفيروس المنتشر دلوقتي وللاسف البوست كان لشخص بيبكي في البوست ان زوجته محتاجة هذا الدواء عشان مرض مناعي عندها وبتاخد له هذا الدواء وان هو راح ملقهوش وان الصيدالي قالوا ان فيه يوم كده ناس كتير قوي 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 جت واشتارت الدواء ده فده خلاني فكرت يعني ما هي دي حاجة كده زي الحاجات اللي بتحصل ساعة الحروب واغنياء الحروب الناس اللي هي علت سعر المطهرات والكحول والكلام ده الناس اللي خبت سلع معينة وما وما طلعتهاش عشان تباعها بعد كده وتغتني بيها هل ده مال حلال لا هم اغتنموا الفرصة فيه ناس ممكن تقول ده ده اغتنام للفرصة دي شطارة زي مثلا فيه عندنا هنا هو في كندا زوج وزوجة اول ما حصل المشاكل ابتدت تظهر بقى في الاخبار والناس تتكلم والناس تروح تبتدي تشتري الكحول والمطهرات والحاجات دي راحوا واشتروا كمية كبيرة جدا جدا والسوبر ماركت اللي اشتروا منه ما كانش عندهم حصافة ولا لسه علم لسه الموضوع في اوله ان هو يقول لهم يشك في هذا التصرف ويفكر انه لا كده كتير كده ما ينفعش ليه شخص ياخد كل الحاجات دي دلوقتي يبتدوا يحطوا قيود معينة على عدد الاشياء اللي بتشتريها مثلا ما تشتريش اكتر من اربعة كيس من الماكارونا اربعة علب لبن اربعة سابونات اربعة كذا اربعة كذا قالوا اغلب البيوت فيها اربعة اشخاص فهو ده اللي محتاجينه فللأسف في وقت الكوارث الناس اللي هي ما عندهاش اخلاق ولا عندها ضمير بتلاقي فرص انها تستغل الفرصة لكن استغلال ملوش اساس من الاخلاقيات ده يفكرني مثلا في حكاية استغلال الفرص دي بشكل تاني بمعنى ايه في امريكا ايام الجولد راش اللي هو الفترة اللي اكتشفوا فيها ان فيه مناطق معينة في امريكا فيها دهب وما كانش لسه فيه دولة ما كانش لسه فيه صناعة فبقت الناس بتروح تدور على الدهب وتنجم عنه واسناء ما هم بيروحوا ينجموا على الدهب ده وكانوا بيستخدموا ايه بيستخدموا شواكيش والحاجات اللي بيدقدقوا بيها وغربال وجرادل وشونط من الجلد وحاجات كده معينة اللي غتانوا في الفترة دي مش الناس اللي راحت تدور على الدهب ولكن الناس اللي كانت بتصنع هذه المستلزمات فابتدوا يبيعوا يصنعوا منها اعداد كبيرة قوي 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 ويبيعوا منها كميات كبيرة قوي 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 فابتدوا يغتانوا ويعملوا صاروة كبيرة من وراء الجلد رش مع انهم مرحوش هم ينقبوا عن الدهب فاذا كان زادت طلب على حاجة معينة وبتدت الناس تشتريها اكتر وانت بتعرضها ممكن تزود تمنحة شوية وتبيع هذا الشيء المستلزمات اللي هي بقت ضرورية في الوقت الحاضر ولكن ان انت مثلا حاجة يعني في حاجات كانت بتلاتة دولار لقناها بسعر عجيب بخمسة وسبعين دولار من تلاتة دولار لخمسة وسبعين دولار تخيلوا حاجات نفسها شحت بيهت قليلة جدا عشان بعد شوية يطلع السلعة دي في السوق ويحط السعر اللي هو عايزه فكده يبقى اللي قادر انه يشتري السلعة دي بقى هو اللي معاه فلوسه وبس فرغم ان احنا مش في حالة حرب لكن احنا في حالة حرب يعني ايه ربما ما فيش دولة تانية جاية بتعتدي علينا وعايزة تاخد ارضنا يهو ده الحرب اللي احنا بنفهمها ان الناس دي جاية تاخد ارضنا لكن احنا في حالة حرب والحرب بقت حرب عالمية وكل واحد عايز ياخد لنفسه اللي هو عايزه امبارح سمعت سمعت تسجيل لدكتور لدكتور يهودي هنا في كندا والتسجيل ده كان لمحاضر القاها في معبد يهودي اثناء ما هم بيتعبدوا وفي المعبد هو بيخاطب الجماعة بتاعته يعني مثلا زي الامام اللي بيدعو للمسلمين بس بالصحة والعافية والكلام ده فهذا الدكتور كان بيقول لهم ان الفيروسات والامراض ما بتميزش ما بين شخص وشخص وفقا لديانته فالشخص الغير مسلم او في حالته الغير يهودي اللي اصيب بالمرض واللي هينقل هذه العدوى لشخص تاني والشخص تاني والشخص تاني وفي الآخر يجيله الموضوع ابعد من جنسية محددة واكبر من ديانة معينة واكبر من من امور معينة ولا حتى حدود جغرافية مدام فيه شخص انتقل هياخد العدوى معاه وحينقله للمكان ده فالموضوع صعب والفترة دي بقى للأسف ممكن تظهر اخلاقيات سيئة جدا 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 من احتكار السلعة من تخبيط السلعة ومن الاشخاص العادية اللي بتشتري فوق احتياجاتها وفوق ما هم محتاجين انا من فترة من كم يوم رحت السوبر ماركت ما كانش عندي مكارونا انا بجيب على قد احتياجاتي وكل اسبوع ولا اسبوعين بنزل اشتري كم كيس واحطوهم عندي رحت ملقتش في رف المكارونا اي مكارونا من الحاجات اللي هي الناس بتفكر ادي حاجة دراي نواشف ممكن تتخزن خليني ااخد منها وخرجت محبطة جدا جدا مش عشان انا هتجنن عايز ااكل مكارونا دلوقتي لكن انا كنت عامل حسابي ان انا اشتري اربع اكياس وخليهم عندي تاني يوم نزلنا رحنا لقينا رف المكارونا فاضي معادي كسين اتنين بس بعد ما اخدت الكسين وحطتهم في العربانة بتاعتي في العربية الحاجات فكرت وافتكرت الاحباط اللي انا كنت حسى بيه لما لقيت رف المكارونا فاضي ومفوش ولا كيس رحت واخد كيس وحطت مكان قلت يمكن هيجي شخص ويبص ويحبط نفس الاحباط اللي انا حسيته مبارح لما ملقيتش ولا كيس مكارونا لما نزلت مثلا واكتشفت فيه محلا راح اشتري منه هدوم لقيت فيه حاطة متحيرات لليد خدت نص الكمية اللي كانت محطوطة ما كانش كتير خدت ثلاثة خلينا منهم اتنين لنفسنا ودينا واحد منهم لصديق للأسف ظروف عمله مضطران هو يخرج ويروح ويروح لسه يشتغل فهو محتاج المطهر اكتر مننا لان احنا خلاص قعدنا في البيت ما بنخرج بنباشر كل شغلنا من البيت فمش محتاجين المطهر بتاع الايد زي ما هو محتاجه لانه بيخرج كل يوم ولسه بيقابل ناس كل يوم طيب احنا نقدر نحكم على نفسنا نقدر نطبق اخلاقياتنا الكويسة على نفسنا الاخرين نطبق عليهم ازاي حاجتين اول حاجة النصيحة لا تكفوا عن النصيحة بس النصيحة الصح النصيحة اللي هي الكويسة الحاجة التانية انه بقى فيه سلطات والسلطات دي عاملة رقم تليفون لو لو شفنا تصرف غلط نبلغ السلطات ونبلغ عنهم وده مش مش تصرف وحش ولا حاجة ومش ان احنا بقينا جواسيس على بعض عارفين طبعا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن نفس الحديث ده مذكور حتى كمان في التوراق ان لو دخلت سفينة فيه ناس قاعدين في الدور التحتاني وفيه ناس في الدور الفقاني وشخص من الناس اللي في الدور التحتاني بيكسر في السفينة وبيقولك دي الحتة بتاعتي انا بكسر في السفينة في الحتة بتاعتي لو سبنا يكسر المية هتدخل وتملى السفينة وتغرقنا كلنا لكن لو منعنا عن هذا الامر هيحيا هو وهنحيا احنا كلنا فده وقت مش وقت اللي هو نفسي 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 في حالة واحدة بس يوم الايامة واحنا لسه ما دخلناش في يوم الايامة احنا لسه في الدنيا اللي بنتحاسب فيها عن اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط والفلوس بتاعتنا دي حلال ولا حرام هل باتكلم بمثالية احنا بتكلم بمثالية لان لازم يكون فيه هذه الاصوات اللي بتنادي وبتفكر الناس بالحاجات الصحة الكويسة كنت بتكلم مع صديقة من صديقاتي وكنت زعلانة قوي على موضوع الدوة ده بصراحة يعني الموضوع صعب قوي لما يدخل كمان في الادوية فبتقولي هونتي عندي حد بياخد الدوة ده قلتلها لأ قيتلو ما زعلانة ليه زعلانة لان اذا كان مفيش عندي حد قرابة مباشرة او صداقة مباشرة محتاج الدوة ده ففي مئات بالالاف الاخرين من البشر من الناس محتاجين الدوة ده ومحتاجينه فعليا فهذا الشخص اللي راح اشترى الدوة وهو مش محتاجه لمجرد انه ارى خبر ممكن يكون غلط على فكرة دي كلها تكهنات بيقول ان الدوة ده بيعالج من كوبيد ناينتين اه طيب خلاص يلا بقديني عشر علب واحتفظ بيهم عندي ويعودوا عنده ويمكن ما يحتاجوش وفي المقابل شخص انسانة وانسانة عندهم مرض مناعي ومحتاجين هذا الدوة لو حصل حاجة لهذا المريض فزنبه في رعبة الشخص اللي راح اشترى دوة ومش محتاجه اه في الاكل انا ما بقلقش قوي لان كلنا بناكل واحتياجاتنا من الاكل على فكرة قلب كتير قوي من اللي احنا بنتخيله اه احنا يعني ممكن نقيم اوادنا ومن ومنجعش بمجرد لقيمات حسب ابن ادم بدأ لقيمات يقيمنا صلبة يعني يا دوبك بس يمكنون ان احنا نقف على رجلين فلقيمات فيه مثلا عندنا يقولك العيش الحافي ربي الكتاف مجرد ان الشخص يروح يشتري رغيف عيش واحد وياكله في اليوم كله مش هيموت من الجوع ممكن يكون عنده سوق تغذية لكن مش هيموت من الجوع فانا ما بخافش من من الاكل قد ما بخاف من المستلسمات ومن الاحتياجات التانية اللي بيحتاجها اشخاص معينة واحنا بجهلنا وبغبقنا فينا زعلة قوي 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 ان انا بقول على بعض الناس انهم اغبية وانتي بتشتمي ليه الناس وبتعممي ليه ومش بتعممي ليه ما اصل الغباء ده انواع الغباء هو ان انت تقوم بفعل غبي والغباء برضو ان يبقى فيه حد قدامك بيقوم بفعل غبي ولا تنهى عن هذا الغباء فانت شاركته في هذا الغباء فاحنا كلنا اغبياء بشكل او باخر فالدعوة اللي انا بدعيها في الايام دية ان هذه الحسالة من اغنياء الحرب اللي بيستغلوا الفرص استغلال سيء يجدوا من يتصدى لهم ويقف وصدهم ويمنعهم من اللي هما بيعملوه وان كل واحد فينا عليه عبق ان هو يقوم بفعل ولو بسيط من رأى منكم منكرا فليغيره وتغيير ده درجات بيده يقدر يمنع هذا الشخص يقدر ياخد الحاجة من مكانها الغلط يحطها في مكانها الصح مقدرتش بلساني وده اللي انا بعمله دلوقتي انا ما عنديش سلطة ان انا اروح اخبط على السيدليات وقلوهم ما تبعوش الدواء دواء الا بروجيتة وتكون من دكتور وتكون معتمدة والشخص ما ياخدش اكتر من احتياجاته وكذا 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 ما عنديش السلطة ان انا اعمل كده ولكن عندي لسان وعندي منبر اه قناة اليوتيوب بتاعتي دي منبر السوشيال ميديا الاستيتاس بتاعتك اللي انت بتكتبها على الفيسبوك ده منبرك المنبر اللي تطلع عليه وتكتب بدل ما تقعد تنشر نكت وتقلس على الناس وتضحك وتتريأ انشر حاجة ايجابية انشر حاجة تعلم الناس لو شخص واحد بس شاف اللي انت كتبه ده واستفاد منه وغير رأيه واحد بس يبقى انت كده يعني امام واستنيت سنة حسنة فمن على منباري هذا انا بقول لكم حاولوا تغيروا الغلط بايدكم بالفعل لو في نفسكم يمنعوا نفسكم ان انتوا تعملوا الغلط لو بلسانكم انصحوا الناس كلموهم واعوهم فهموهم قولوا لهم كل واحد بطريقته باسلوبه لان انا اسلوبي مش هينفع مع كل الناس لكن فيه ناس معينة هتسمع كلامي وتستجيب له وانت اسلوبك مش هينفع مع كل الناس لكن فيه شخص هايسمع كلامك ويستفيد منه الشخص اللي بيتكلم بلغة معينة وبلحجة معينة هيلائي اللي بيفهم هذه اللغة وهذه الطريقة في الكلام وهيسمع منه واخر حاجة بقى بقلبه انت لا قادر تتكلم بس فعلا هل انت لا قادر تتكلم فعلا ولا قادر تغير بايدك بس هل انت فعلا مش قادر تغير بايدك يبقى ابسط حاجة واضعف حاجة هو بقلبنا ان احنا من جوانا ولما ولما نحاول نغير الغلط بقلبنا البداية بتكون في انفسنا الاول فاحنا على الاقل فيه شخص متأكدين ان احنا فيه شخص واحد غيرناه هو انفسنا النهار ده فيه تكهنات انهم يعلنوا حظر التجول عندنا لكن احنا يعني طبعا من مكان لما كان لكن على الاقل في المدينة اللي انا فيها فيه شبه التزام شوية ان احنا بننزل عند الضرورة القصوى وبننزل في اماكن مفيش فيها بشر زي ما قلتلكم احنا فيه غابة قريبة مننا بننزل نتمشى في هذه الغابة بنبقى لوحدنا تماما شبه معناش حد لما بنروح نشتري بنسيب بنا وبين الشخص الاشخاص اللي حوالينا مترين بنقف على توبير على مسافات بعيدة عشان ما فيش حد يعي حد عشان ما فيش حد يضر حد لسه الالتزام بلبس الكمامات والجوانسيات يعني محدود شوية بس على الاقل يعني فيه ناس ملتزمة ولما بنلاقي دا ما بنتريقش عليهم ولا بنضحك عليهم ولا بنقولهم اللي انتو بتعملوه دا ولا بنقولهم سبها على ربنا هو انت مش مؤمن بربنا مش مؤمن بقضاء ربنا لا مؤمن بقضاء ربنا وكل حاجة لكن انا بحمي نفسي وبحمي الاخرين حتى في الاعمارة اللي انا فيها يمكن الاعمارة اللي انا فيها فيها نسبة ناس متعلمة كتير قوي وناس وعية وناس مدركة وكننا يعني من من اوائل الناس اللي استجابت وحددنا ازاي نتعامل مع الازمة دي بحيث ان كلنا نبقى لان احنا كلنا في مركب واحدة فاشترينا منظفات ومطهرات ودناها للسيدة اللي هي بتيجي تنظف الاماكن العامة قفلنا قوض الاجتماعات قفلنا اصالة الحفلات والحاجات اللي احنا كنا بنعملها بنروحها قفلنا الجام اللي موجود عندنا في العمارة لما بنقف نستنى الاسانسير لو الاسانسير ده في حد ما بنركبش معاه وبنستنى مدام احنا اسرة واحدة ممكن نركب مع بعض يعني انا وجوزي وولادي ممكن نركب مع بعض لكن ما نركبش لو في حد من اسرة تانية راكب الاسانسير ايه تاني من الاجراءات اللي احنا خدناها اه كان عندنا مثلا في تجمعات دورية بنكتب كده اعلان يا جماعة احنا المرة دي حنعمل بطلوك مع بعض اللي هي اسمائي بالعربي بطلوك زي غديوة كده كل واحد يجيب طبق من عنده طبق اكل من عنده ونتجمع في صالة الحفلات الكبيرة ونتكلم مع بعض وده يأكل من طبق ده وده يأكل من طبق ده وهكذا لغناها كنا بنعمل الحاجات دي بشكل دوري لغناها كان في ناس مثلا بتروح الجام تتدرب مع بعض معاتش فيه دوة كمان ابتدينا نفكر في الآخرين اللي حوالينا يعني فيه ناس عواجيز عندنا في العمارة فبعتنا لبعض ايميلات وقلنا اذا اي حد محتاج حاجة يشتريها من برة ويجد صعوبة في ان هو يخرج ويشتري اللي يقدر يعني يقدم الخدمة دي للآخرين فيه ناس عندها مثلا كلاب ما بتقدرش تطلع تمشيها وترجع فيه ناس تبرعت وقالت احنا ناخد الكلاب بتاعتكم نمشيها لكم كل واحد فينا بيفكر بيفكر بطريقة وبأسلوب انه انه ازاي يحل المشكلة ازاي يساهم اسهام كويس في حل المشكلة انا مش هصور فيديوهات تانية لان الفيديوهات هتبقى مملة كنت احيانا باخدكم معايا لما بخرج لما بروح لما بقابل حد لما بنعمل حاجات ايما كنا بنروح المطاعم الكلام ده وقفة خلاص يعني فانا هاقتصر على الساشن اللي انا بكلمكم فيه الصبح لو لقيت حاجة تستحق ان احنا ان انا اصورها وحطها في الفيديو هبقى اصورها وحطها في الفيديو النهاردة صحينا بعد مكان الدنيا ربيع والتلج داب وكل حاجة رجعت الدنيا بردت تاني والتلج نزل تاني فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى انتم برضو مش هايزين تسمعوا الكلام وبردو هتخرجوا طب هو بقى شوية التلجة وشان تقعدوا موقت تقدبوا وتتربوا وتقعدوا في البيت يمكن اشوفكم بعد شوية اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة